الأطراف التي تتنازع في المنطقة ضروري أن تكون عندها علاقة حوار لتفادي الصدام في بعض الحالات واسعة حادثة ببسيطة تنجم تؤدي إلى كارثة اجتماعية وكارثة أمنية الحوار كان مفتوح وكانت معناها الحقيقة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين معناها الرسميين يعني اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وكل الشركاء الاجتماعيين كان مستمر أنا أعتقد أنه من ناحية هذه معناها المسؤولية السياسية واضحة مفيش لبس عندما تقع معنا أحداث من النوع هذه المسؤولية السياسية واضحة بالأساس إلى الوزير المعني بالملف هذا يعني وزير الداخلي وبتبيعة الحال معناها الحكومة في مرحلة ثانية أنا ما نش أعضاء الحكومة وهمش وراء القرار استعمال الرشي لكن الوزير الداخلي هو مسؤول الخلاف النقابي تطور إلى بردفير بتبعية الحال معناها حركة النهضة الوزير الداخلية من حركة النهضة وهناك معناها معناها رغبة في تعيين مسؤولين من حركة النهضة على الولايات بعض الولايات من حركة النهضة كانوا في مستوى المسؤولية ومعناها من الحيادية ومن قدرة على تسيير سياسة الدولة في المنطقة ومن تواصل مع مكونات المجتمع المدني ومع الأطراف الاجتماعية ومع الأعزاب السياسية وبعض الولايات الخلية لم يكونوا في المستوى هذا وكانت معناها وضعية سيئة وإحنا كنا ندينا من أجل تقييم عمل الولايات وهذه كانت من أسباب الأزمة الحكومية فالأزمة التي تقع في بعض الأحيان في بعض الولايات مرتبطة بالنقطة هذه وبقدرة الوالي على معناها الخروج من وضعية متأزمة وفي سيليانا مثلا الوالي الذي يعين بعد الأزمة الخطيرة التي وقعت في سيليانا أزمة الرش قدر على أنه يربط علاقات مع المجتمع المدني والسياسي وعلاقات مع الأطراف الاجتماعية وبالخصوص اتحاد الشغل اللي خرجته ونمكنته أنه ما يعيشش الأزمة هذه كمان بالعكس عيشنا فترة من الهدوء الاجتماعي بعد حديث الرش ليش متفسرها من مزوز الجوانب؟ جانب الأول أنه معناها رغبة من أنه الدولة تسترجع لهيئة بمتاحها معناها أنه واحد يقول يزي من أنه فم احتجاج نحيو المسؤول في الشيء هذيك ويكون هو معناها كبش الفداء رغم لهو معناها ساعات في بعض الأحيان ما قام شيء وإنما تم وضع موضوعي أدى إلى تأزم بالشكل هذي ومن ناحية أخرى وهناك رغبة في الدفاع على من تم تعيينه معناها وقعت الملحاولة الأولى معناها في أكتوبر 2012 اجتماع كبير في انتلاق الحوار الوطني في قاعة المؤتمرات بدعوة من الاتحاد الشغل وما كانت دعوة من الأطراف الاجتماعية من الأطراف الأربعة موش الأطراف الاجتماعية من الأطراف الأربعة ولبيت الدعوة للحكومة باسم رئيس الحكومة والرئيس المجلس التأسيسي والرئيس الجمهورية حاضرة كي مخطلك مقبلين كمعناها فما حزاب قاطعة قالت احنا ما نشاركش معناها سي بير وحركة النهضة قالوا ما نشاركوش في الجلسة دي واعتبار والتفاف على الشرعية الانتخابية ثم معناها تواصلت الحوارات بالتوازي لكن معناها الانتلاقة الحقيقية قاعدت معناها فترة اللي ما فاماش حوار سياسي مفتوح معناها